غالباً ما تتنافس المؤسسات الإعلامية على نسبة المشاهدة التي قد تختلف من شركة إلى أخرى وبين موسم وآخر بحسب البرامج المعروضة أما أن تتمكن من كسب ثقة العدد الأكبر من اللبنانيين ففي هذا الأمر مسؤولية أكبر وذلك بالاستناد إلى دراسة أجريت بناء على طلب من المعهد الديموقراطي الوطني الـ NDI من قبل الشركة الدولية للمعلومات والـ NDI هي شركة عالمية عمرها 34 عاماً تعمل في أكثر من 150 دولة تعنى بعدد من المواضيع بينها سطلعات الرأي والمناظرات الانتخابية بين الدول الأوروبية والأمريكية تعددت الأسئلة السياسية والحزبية في هذه الدراسة وصولاً إلى المواضيع الإعلامية فلدى سؤال المستطلعين أي قناة تلفزيونية تثق بها أكثر حازت قناة الجديد على المرتبة الأولى بـ 27.1% ما يعادل مجموعة قناتي الـ MTV والـ LBCI تقريباً لتحل قناة الميادين الفضائية في المرتبة الرابعة بـ 8.8% يليها المنار ثم المستقبل في الـ OTV لتحل قناة الـ NBN الأخيرة بـ 6% إذا مستثنينا التلفزيون الرسمي تلفزيون لبنان الذي لا يكاد يستحوذ على ثقة اللبنانيين حاله كحال 56% من المستطلعين الذين يعتقدون أن الوضع في لبنان يسير في الاتجاه الخطأ وأن الرعاية الصحية وخلق فرص عمل جديدة هما أهم القضايا الوطنية بنسبة 26% بينما معضلة وجود سلاح خارج سيطرة الدولة فكان هم 0.5% من المستطلعين وحس والملاحظ في هذه الدراسة للـ NDI والدولية للمعلومات أنه لدى السؤال عن أداء رئيس الجمهورية والحكومة والنواب جاءت النتيجة كالتالي 33.7% قيموا أداء الرئيس ميشيل عون بالجيد في مقابل 31.8% باللا سيء ولا جيد و6.3% بالسيء ليكون الأفضل بين الآخرين إذا اعتبر 36.3% من المستطلعين أن أداء رئيس الحكومة سعد الحريري هو لا سيء ولا جيد في مقابل 26.8% وصفوا أداءه بالجيد و13.1% بالسيء أما رئيس مجلس النواب نبيه بري ف32% قيموا الأداء بالجيد وباللا جيد واللا سيء في المقابل 13.3% وصفوه بالأداء السيء في المقابل 41.4% قيموا أداء الحكومة بلا سيء ولا جيد في مقابل 24.5% اعتبروه سيئا إذا هذه الأرقام والتقييمات كان لابد من سؤال حول شكل الرغبة في التفاعل مع المرشحين خلال الانتخابات المقبلة وهي فرصة جادة للتغيير فكان لافتا أن الزيارات للمنازل لا تزال طريقة يرغب فيها الناخبون كذلك الاجتماعات العامة أما المناظرات التلفزيونية بين المرشحين فحصدت المرتبة الأولى ب27.8% من الأجوبة فهل من يجرؤ على ذلك من المرشحين؟ اشتركوا في القناة